شوف انا رح اقول فهذا موضوع كلش مهم لمقدمين البرامج طلع راسك من خلفيات الضيوف طلع راسك من عمليات التجميل طلع روسكم من الدين هو واحدكم اي تين وسورة بالقرآن ما يعرف وامتشلبين لهالضيفات انت تصلين انت حافظة صورة البقرة انت حافظة صورة المدر منه انت رايحة للحج انت شعليك هو انت مستضيف شيخ مستضيف ملة انت مستضيف مطربة المهم شوفوا هذا المقدم اشقال للمطربة المهى شوفوا ويايا انت الساعة خمسة وانت على الساعة تغنينا النمرة مالتج ويأذن الأذان توقفين الحفلة والمواسيقة وتروحين تصلين اول شي اكون اني صريحة وياك وراح اكون غابية وشابك اول شي يعني الساعة خمسة ما اغني ساعة خمسة لان ارجع البيت من الوقت واسمع الأذان واني بالبيت وتصلين الصلاة ما صلي حاليا قاطعة يقول لها انت على الساعة وانت تغني ويأذن تروحين تصلين ايه طارا 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 اه أذن اوه مقصدكم اصلي واجي ابني انتوا من علمكم الاعلام انتوا من علمكم الاعلام يعني ليش تريدون يعني على اساس انه هاي الفقرة فقرة السؤال الغبي او فقرة الاسئلة الغبية لا هي مو فقرة اسئلة غبية هي فقرة الدل عن غباء المقدمين البرامج طبعا عندنا كم ثلاث اربع برامج من هذا النوع واحد اغبة من الاخ والغباء طبعا مو شتيمة لانه هي الناس مستويات بالذكاء يعني مدى هسا مدى شتم عليك الناس مستويات بالذكاء فمن اقول انه هاي البرامج مقدميها اغبياء مقدميها واصلين مرحلة بالغباء دي شععون غباء دي حاولون ينقلون غباءهم للعالم يعني بس اسئلك بشرفك هو هذا سؤال هذا سؤال اعلامي هذا سؤال اعلامي وحدة مطربة ده تغني على الستيج تعوف الغنى وتنزل لاندي يأذن الشون الصلي بالسكارة تقيم بيهم لا صدق يعني انت انا ما علي شوف اقول لك شغلة للامانة حيدوشي اقول لك شغلة بالكنترول قاله وحدشي ما اقدر اقوله لك وللمقدمين اللي قد يسئلون هي تشي اسئلة بس اريد اوصل الرسالة انا شفت الحلقة كاملة مع الاسف اثبتت بالحلقة انه ضيفتك مثقفة عنك هي مطربة والمفروض تكون ثقافتها على قد الطرب والغناء والهذا بس اثبتت انه هي مثقفة وانت جاهل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة